اشتركوا في القناة اتجاه في التعاقد مع لعبين جدد لعبين يضموا او يعملوا الفارق مع الفرق الرياضية المختلفة سواء تعاقدات جديدة قادمين من الخارج عودة للمحترفين والمحور التالي يشتغل عليك ابتال خالد وهو التجديد للعبين الموجودين في نادي الاهلي حاليا والنادي الاهلي في حاجة اليهم وللازم يكون التفاوض معهم سريعا والتجديد لهم سريعا في النس الطاولة كان الوضع مع اتنين لعيبة يعني مش محتاجة التفاوض ولا محتاجة اي حاجة محتاجة النادي الاهلي مازال في حاجة اليكو خلاص هو ده التفاوض هيكون معنا اتنين نجوم اتنين اساطير من لعبة التنس الطاولة هيكون معنا الكابتن كابتن الفريق كابتن نادي الاهلي واحد اساطير اللعبة الكابتن سيد لاشين والكابتن محمد البالي والاثنين بالمناسبة جددوا من اسبوع والنادي الاهلي اعلن التجديد ليهم هما الاثنين يعني حاجة النهاردة يعني هما كانوا ضيفنا كتير وكل مرة الحقيقة بيفجؤون بالروح بيفجؤون بالترابط بيفجؤون بالمستوى يعني يمكن محمد البالي كان في أسبانيا سيد لاشين كان في تركيا بيلعب مباراة هناك وعند الحاجة عليهم مع النادي الأهلي بيبقى التوقيع مباشرة والتجديد مباشرة هيكونوا معنا هنتكلم معهم عن أمور كثيرة جدا تخص النادي الأهلي والفترة القادمة في تنس الطاولة وأيضا مع منتخب مصر الواضح هيكون ايه مشتركاتهم وايه القادم بإذن الله هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد كرة اليد الرجال في النادي الأهلي بيستعدوا بقوة لمباراة سموحة بالمناسبة لمباراة سموحة دي مباراة مؤجلة كانت مؤجلة أي وقت ما كان النادي الأهلي بيشارك في بطولة العالم في السعودية تأجل لهم عدد من المباراة عددهم أربع مباراة دي أولى المباراة المؤجلة هيكون مع نادي سموحة المطش هيكون بكرة بإذن الله بقيادة طبعا المدير الفني ديفيد ديفيز وهتكون المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة فرقاتنا دلوقتي في المركز الثامن ولكن المركز الثامن ده ليه؟ عشان احنا لينا أربع مباراة مؤجلة منهم مباراة بكرة إن شاء الله لو فوزنا فيهم هنستصدر الجدول مباشرة ما فيش أي حسابات تاني طبعا دي صورة المدير الفني كابتن ديفيد ديفيز الحقيقة يعني عايز أقول لكم اللي بيروح النادي وبيحضر التدريبات أنا فيها من وقت للتاني الحقيقة بروح أدر التدريبات وبشوف الفرقة يعني هو يعني بادئ من الصفر يعني مش قصدي إن هو ما فيش شغل لا بس بادئ بيبني السيستم بتاعه من الصفر من الجمل التكتكية البسيطة التومنزي بليش المسلسات المربعات الكلام بتاع الهندي بول الناس عرفاه بدأ بيه من تحت عشان لما يبتدي يبني السيستم بتاعه دفاعي وهجومي في النهاية يبتدي يبقى هذا النظام أو السيستم يكون صلب يكون بدأ بيه من تحت الفوق وخلي بالكم احنا عندنا وقت فيه مطشات يعني تعتبر ليفل يعني قليل شوية مش قوية جدا يقدر فيها يطبق السيستم بتاعه فإذا الفريق شكله كويس جدا الفريق ماشي بشكل جيد يوم الجمعة بعد يسموها عندنا اللومبي هنلاقى بسموها بكرة إن شاء الله والجمعة اللقاء من اللومبي بإذن الله ويوم الاتنين اللي جايه يكون معه لليد ودول التلات مطشات اللي جايين للفريق زي ما شفتم حضراتكم مباريات بشكل يعني ما فيش قوة جمدة يعني يمكن المباراة القوية لسه شوية لسه على الموسم يخش في الجد يمكن في شهر مارس ولا إبريل فدي فترة كافية جدا لمستر ديفيد ديفيد سواء الجهاز الفني أو اللاعبين يفهموا بعض مع المدير الفني أيضا مع المصابين يكونوا رجع وهتبقى الدنيا أحسن كتير جدا جدا فليه كرة اليد وهو ده إن شاء الله اللي بيتمنى جمهورة النادي لحنا اشتركوا في القناة